من المتوقع أن يكون لنتائج انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس تأثيرات على قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية إذا سيطر الجمهوريون على أحد المجلسين أو على كليهما فتغير توازن القوى داخل المؤسسة التشريعية سيصعب على الإدارة الأمريكية اتخاذ بعض القرارات أبرز القضايا العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي يرفضه الجمهوريون بالإجماع باعتباره ضعيفا ولا يخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط المتحفظين عليه لكونه لا يعالج سلوك إيران المزعز على الاستقرار والأمن حيث يتعهد الجمهوريون بعرقلة الاتفاق إذا لم يطرح على الكونغرس لمراجعته أو يقارك معاهدة لكن عرقلة الاتفاق تتطلب أغلبية الثلثين في المجلسين أي 67 صوتا في مجلس الشيوخ و290 صوتا في مجلس النواب ومن غير المرجح إذا فاز الجمهوريون أن يحصلوا على هذه الأرقام فعدد الديمقراطيين الرافضين للاتفاق لا يعوض النقص لا يمكن للجمهوريين إذا حققوا انتصارا في الانتخابات النصفية أن يمنعوا الإدارة من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فبموجب التشريع الذي تم تمريره عام 2015 ويسمى إينار لا تحتاج الإدارة إلى تصويت ثلاثي الأعضاء وهو ما يتطلبه إقرار معاهدة دعم أوكرانيا هو الآخر يشهد مزيدا من التحفظ عليه إذا فاز الجمهوريون فصحيح أنه يلقى تأييدا واسعا من الحزبين لكن هناك معارضة متزايدة له في الحزب الجمهوري بسبب التكلفة غير المسبوقة خاصة في ظل التضخم في صلب هذه المعارضة طيار ترامب الإنعزالي الداعي إلى التركيز على الشؤون الداخلية بدل التدخلات الخارجية ومن أبرز مؤيديه السيناتور جوش هاولي والسيناتور راند بول اللذان صوتا ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الواضح أنه سيكون هناك بعض الجمهوريين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الذين يريدون فقط رؤية بايدن يواجه مشاكل وسيصعبون الأمور عليه لكن بصراحة لا أرى تهديدا خطيرا لاستمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعض الجمهوريين يدعون إلى إنفاق الأموال في مواجهة الصين بدل أوكرانيا وهنا يبرز ملف دعم تايوان حيث كان لافتا تأييد ستة وعشرين عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لزيارة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى الجزيرة حسين الطاود العربية واشنطن